العمل التاني الكبير للشيطان اللي نزلت فيه رسالة ربنا إلى متابع الشيطان هو التخويف الشيطان بيخوفنا من أن انت تعيش بالقيم تعيش بالصدق والأمانة الحاجة دي هتجيبك وراء الشيطان يقول لك كده تعيش انك انت تساعد المحتاج وتوقف جنبه الشيطان يقول لك ده مش زمن انك انت تساعد الناس خليك في حالك كل واحد يبني نفسه ويبدأ يخوفك من انك انت تكون إنسان شريف الشرف ما بيأكلش عايش لانك لو عشت بالقيم والمبادئ هتيجي جنب النبي أقربكم مني مجلسا صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا ويحكي القرآن مسألة التخويف دي أن بعض الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سنترك التكسب ونجلس في بيت الله مش هنشتغل لحسن نبقى بنطلب دنيا ونقعد نذكر ربنا في المسجد كده الشيطان خوفهم من السعي على الرزق لحسن يقولوا كده بيطلبوا الدنيا وسايبين ربنا والسعي على الرزق ده باب طاعة كبير قوي فينزل القرآن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء على فكرة الفحشاء هنا يعني البخل ما تبخلوش على نفسكم أنه أنتو تكبروا في الحياة مدم أنتو برضو عايشين مع ربنا ومش بتكسبوا من الحرام إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنت بتقول لما تشتغل في الحلال كده بتبعد عن ربنا ده مش من الدين الكلام ده الشيطان بيخوفك من بناء الحضارة مش بس كده ده الشيطان أيام النبي كان بيخوف بعض الناس من الإنفاق على المحتاجين كان وقت جني الثمار بعض الصحابة يجيبوا طمر كتير من أجود الطمر عشان الناس البسطاء يأكلوا منه في المسجد وناس تانية تجيب شوية طمر قليل رديء جدا خايفين لحسن لو أنفقوا يفتئروا فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا شوف القرآن على طول رسائل من ربنا ازاي بتصلح سلوكيات الناس يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين ما تخافش أنفق دوأ الناس من أجمل خيرك وربنا هيعوض عليك رسالة من الله إن الشيطان ما يخوفكش من الإنفاق لأن ربنا واسع الشيطان يعيدكم الفقر مش بس كده ده ربنا في رسالته لمتابع الشيطان في مسألة التخويف بتاعت الشيطان دي حكالنا قصة سيدنا يوسف مليانة بالعبر قصة سيدنا يوسف إن الشيطان خوف إخوات يوسف وهم عصبة وكبار في السن أبوهم رباهم وتعب فيهم وكبرهم واشتغلوا وبيربي أخوهم الصغير يوسف دلوقتي وقاعد جنبه بيعلمه لأنه طفل خوفهم من المشهد ده خوفهم لحسن أبوهم يبقى لأخوهم بس بعطاءه ويهملهم رغم أن أبوهم كبرهم وعمل إلا عليه معاهم فلما سيدنا يوسف شاف الرؤية الجميلة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدة إن الشيطان للإنسان عدو مبين الرؤية دي تدل إنك إنت يبقى لك شأن هيحسدوك ويحقدوا عليك الشيطان هيخوفهم وبعد انتهاء القصة خالص يحكي لنا ربنا ورفع أبويه على العرش سيدنا يوسف بعد ما بقى العزيز وخروا له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء الشيطان اللي خوف إخواتي على ما أمهم عندك فخلاهم يحقدوا علي ويئذوني تخويف والله لولا الخوف ما كانوش عاملوا كت على ما أمهم عند أبوهم وعلى مصالحهم عند أبوهم هذا الشيطان اللي بيخوفك ربنا بعث لك الرسائل أهو عشان تبقى عارف إنك إنت لو جاي تعمل خير جاي تقوله الصدق جاي تتاجر بالأمانة جاي تسامح واحد من حبيبك أو قريبك لو خوفك من الموضوع ده وقالك لو عملت كده فيه عواقب مش كويسة دي فكرة شيطانية فخد بالك من شيطان التزيين وشيطان التخويف ترجمة نانسي قنقر